أفضل وأحسن برنامج للهجرة إلى كندا عن طريق برنامج الهجرة الريفية والشمالية برنامج متاح لجميع الجنسيات لا يتطلب شروط معقدة لن تدفع أموال ولن تدفع اختبار لغة ولن تحتاج اختبار لغة ولن تحتاج أي شهادة فقط ستقوم بإرسال سيرتك الفاتية وتقوم بتسجيل الطلب عبر الاستمار الذي سنوضحه في هذا الفيديو وإن شاء الله ستحصل على رد مقبول للهجرة إلى كندا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام وتتبقى قناة أبوارين للتوظيف والهجرة أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية إذن إخوانا خوات الكرام إذا كنتم زوار جدل أدعوكم للضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصله بكل ما هو جديد إذن فيديو جديد وعرض جديد برنامج رائع جدا وسهل جدا أنصحكم إخوانا خوات أن تقوموا بتسجيل الآن الآن حالا حالا قوم بتسجيل أخي أختي الكريمة توكروا على الله حتى تتوصلوا على العرض المقبول وتهاجرون إلى كندا عن طريق هذا البرنامج الرائع إذا كما تراحلون إخوانا هذا الموقع الرسمي للبرنامج المتاح حاليا لسالة 2023 يرجى العلم بأنك مرحب بك للتقدم إذن سأترك لكم الرابط في أول تعليق وفي صندوق الوصف يمكنكم الدخول إلى الموقع المباشرة وقرأة جميع المعلومات إذن يستخدم براندون برنامج عبر الإنترنت للمساعدة في إدارة RNEP RNEP يعني تعني الوظائف التجريبية للهجرة الريفية الشمالية نشكرك على اهتمامك بالهجرة إلى براندون منيطوبا من خلال برنامج الهجرة الريفية والشمالية التجريبية بصفتك مستخدم لأول مرة لنظامنا الإلكتروني لتقديم الطلبات نطلب منك أول شيء إنشاء ملف تعريف مرشح الذي سنرى إن شاء الله ونرى طريقة التسجيل وأمل المعلومات يحتوي على نسخة باللغة الإنجليزية من سيرتك الذاتية يجب أن تكون لديك سيرة ذاتية منجزة بالطريقة الكندية باللغة الإنجليزية كما سبق شرحت لكم في فيديو سابق سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف جيد بالنسبة للعفوان أعتذر إجترات ذاتية بمجرد أن يكون لديك ملف تعريف مرشح ستتمكن عند تسجيل الطلب ستتمكن في المستقبل من تسجيل دخول والتقدم مباشرة للوظائف المنشورة ستتغير الوظائف بشكل متكرد لذا يرجى زيارة الموقع بانتظام وإعادة تنبيهات ووظيفية في ملف تعريف المرشح الخاص بك لإعلامك بإعلانات الوظائف الجديدة الوظائف الجريبية للهجرة الريفية الشمالية فيما يلي قائمة بفرص العمل المتاحة حاليا المؤهلة لبرنامج ستتغير إذا كانت خبرتك في العمل أو تعليمك لا يتطابق مع إحدى الوظائف المنشورة فنحن نسجعك إذا لم تكن لديك تعليم مستوى دراسي أو تجريبة تتطابق مع العروض المتوفرة أو المطلوبة في هذه المواقع التي سنرى فيمكنك التقديم ليس هناك أي مشكل ستقوم بإنشاء ملف تعريف الخاص بك وإعادة تنبيهات وظيفية لإعلامك بفرص العمل المستقبلية التي تتوافق مع معاييرك إذن هنا لدينا العروض المتاحة إخوانا أخواتي الكرام في مانيطوبا مطلوب مشرف متجر بيع التجزئة مطلوب ضابط مشغل مساعد إداري نادير يعني هذو ما التخصصات عن مجالات المطلوبة مجالات طبخ كل من يعمل في مجال الكهرباء مجال الفندقة والعديد من المجالات إذن هذه هي الاستمارة أو الموقع الذي سنقوم بإنشاء ملف تعريف الخاص بنا إذن سأترك لكم أيضا الرابط في صندوق الوصف رابط مباشر ستضغطون عليه ويحولكم مباشرة إلى هذه الصفة إذن هنا سنقوم باختيار مباشرة بعض الأسئلة سنقوم باختيار نعم هل تعتقد أنك ستتمكن من تحقيق درجة اختبار لغة المطلوبة سنضغط على نعم سنذهب مباشرة إلى السؤال الثاني هل تعتقد أنك ستكون قادرا على تدبيع الحد الأدنى من المستطلبات تعليم؟ يرجى ملاحظة أنه قد يتكون هناك حاجة إلى مستوية تعليمية إلى على أعلى للوظيفة التي ترغب في تقديمها يعني بعض الوظائف ليس كل الوظائف بعض الوظائف يعني ستطلب مستوى دراسي جيد ليس كل الوظائف إذن سنقوم بالضغط على نعم يمكنكم ترجمة الموقع إلى اللغة العربية هل لديك ما لا يقل عن 1560 ساعة عمل بأجر في سنوات الثلاثة الماضية؟ لا يحتزب العمل الحر على أنه ساعة عمل مدفوات الأجر؟ سنضغط على نعم سنمر إلى السؤال الرابع هل تعمل بشكل قانوني في كندا موقع بالأجر؟ سنختار لا هل أنت قادر على إثبات أن لديك أموال تسوية متاحة بسهولة تفي أو تتجاوز؟ مستطلبات سنريق تسوية الجريبية الهجرة الريفية والشمالية في كندا؟ نعم نمر إلى السؤال الخامس هل تبحث؟ هل لبحت في مجتمع؟ براندون لفهم مكان تواجدنا والخدمات المتوفرة في المجتمع؟ سنضغط على نعم إذن ستقومون بوضع نفس الإجابات قم بإنشاء ملف تعريف مرشح يتطلب من زوار هذا الموقع لأول مرة بإنشاء ملف تعريف مرشح قبل تقدم الحصول على فرصة أعمل جيد جداً إذن بالنسبة للحقول أو الخانات التي فيها هذه النجمة فهي إجبارية إذن هنا سنقوم بإدخال اسم الشخصي الاسم الأول والاسم العائلي ونقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بنا بريد جيميل يجب أن يكون صحيح جيد جداً وهنا نقوم بكتابة كلمة المرور أو كلمة السر جيد هنا سنقوم بتفعيل هذه الخانة لقد قرأت وفاهمت حقوقي ووافق على سياسة خصوصية مركورة أعلى هو نضغط على إكمال إذن هنا البريد الإلكتروني غير غير صالح إذن سواء غير بريد إلكتروني أو نستقوم بزيرة أرقام كمثال إذن نستقوم بإدخال إذن قمنا بعادة كتابة كلمة المرور ونضغط على إكمال إذن كلمة المرور يجب أن تحتوي على رمز وحروف ورقام إذن بعد ذلك سنمر للصفحة الموالية هنا سنقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بنا هنا ندخل عنوان السكن يعني أعطيكم كامتلة وندخل المدينة هنا ندخل المقاطعة أو الحي وندخل الرمز البريدي والله أكبر والله أكبر هنا ندخل البلد إذن نبحث عن البلد إذن لدينا جميع الولدان سنختار المغرب مجال الاهتمام المهني ونقر لإجراء تحديدات متعددة بي كونترول بلوس إذا كنت تمنى الاستمارة من الحاسوب إذن هنا لدينا العديد من المجالات سنختارها بمثال سائق شاحنة يمكنك اختيار العديد من المجالات ساختارها بمثال وسائل نقل سائق مشاحنة والحمول السئلة إضافية الاسم القانوني الكامل إذن هنا سودخل الاسم الكامل هنا ندخل تاريخ الإزدياد بلد أين ازدد بلد الإزدياد المواطنة يعني الجنسية المغربي هنا رقم جواز إذا كان لديك جواز إذا لم تكن تتوفر على الجواز السفر ستتطوق هذه الخانة الفارغة الأولى العائلة أنت متزوج عن العام الأرامي المنفسير مطلق قيار مرتبط جيد إجمالي هذه الأفراد الأسرة إذا كانت لديك زوجة وطفلان ستختار ثلاثة ثلاثة نعم بما فيهم أنت يعني ستختار أربعة إذا كان لديك طفلان وزوجة وأنت ستختار يعني تكتب أربعة إذا كان لديك طفل واحد ستختار ثلاثة إذا جيد جدا هذا واضح عنوان سكايب إذا كان لديك سكايب ستكتبه في هذا المكان لم يكن لديك ستتركه فارغ إذا سنضغط على أنا موافق ونضغط على حفظ سيرتي ذاتية أهلا وسهلا بكم هذه المفتاح قبل التقدم الوظائف المطلوب السيرة الذاتية إذا سنقوم بتحميل ملف السيرة الذاتية تكون منجزة باللغة الإنجليزية وبطريقة الكندية تكون مستوفية لشروط السيرة الذاتية الكندية يمكنكم مشاهدة الفيديو في أول تعليق نرجع إلى اللغة العربية أدخل الوصف المستند الخاص بك إذن هنا سنقوم بكتابة CV ونضغط على رفع جيد إذا قمنا برفع الملف هذا جيد إذا كان لديك أيضا حساب لينكيدين يمكنكم وضعه هنا إذا لم تتوفر على لينكيدين ستتركه فارغ إذا بعد ذلك سنقوم بالضغط على عرض الوظائف المتاحة إذا نركزوا معي جيدا في هذه المرحلة إخوان مهمة جدا البحث عن الوظائف المتاحة هنا سنختار المجال إذن سنختار السائق شاحناء الحامون وسائل النقل تدريب وتطوير ونقوم بالضغط على بحث إذا سأختار أختار الجميع على هذا المثال حر جميع الموادع أو نضغط على بحث إذا هنا تظهر لنا جميع الإعلانات المتوفرة إخوان أخوات مشرف خدمة الطعام ولدينا العديد لذلك ثلاث صفحات يمكنكم مشاهدة أو مراجعة جميع الإعلانات المتوفرة حتى تجدون العرض المناسب لكم إذا سندخل إلى هذا الإعلان مطلوب مشرف خدمة الطعام إذن بالنسبة للإسم تجاري باربوريتو وصف العمل سيكون عند التعمل في مطعم هذا العنوان موقع العمل العنوان العمل مكان الوظيفة سعار العمل ستتعمل 35 ساعة في الأسبوع إذن هنا لدينا جميع التفاصيل الخاصة بهذه الوظيفة المهن التي تتطلب عادة ديبلوم جميعي أو تدريبا مهني لمدة عامين أو أكثر أو مهن إشرافية شهادة عدم الممناعة للوظيفة ستتعمل دوام كامل المجالات إشرافي نطاق الراتب يعتمد على المؤهلات هنا لدينا أيضا بعد المستطلبات في الخبرة الفيدرالية إلى آخرين يمكنكم قراءة جميع هذه الواجبات والمسؤوليات الوظيفة وهنا لدينا المزايا الوظيفية ستحصل على وجبة مجانية لكل ورد يرجى عدم اتصال بالمطعم للاستفسار عن الوظائف الشغيرة أو لمتابعة طلبك بينما نشكرك على اهتمامك سيتم اتصال بالمقدمين المختارين فقط بخصوص الوظيفة إذن بعد ذلك سنقوم بباشرة بالضغط على التطبيق وسيتم إرسال الطلب بدون تسجيل قمنا بتسجيل في أول مرة مرة واحدة ولن نقوم بتسجيل عدة مرات إذا كما تلاحظون إخوان هذا هو الحساب الخاص بنا قمنا بإرسال طلب لهذا العرض وتم إظهاره في هذا المكان إذا قمت بإرسال طلب لعرض آخر على سبيل المثال سأقوم بإرسال طلب مركب أجهزة الكاربائية هنا تفاصيل الوظيفة سأضغط على تطبيق سيتم إرسال الطلب مباشرة وسيظهر لنا في هذا المكان هنا تظهر لنا اكتيف هذه الطريقة إخوان لتسجيل في هذا البرنامج الرائع والبرنامج السهل للحصول على عقد عمل والإجراء إلى مناطق الريفية بكندا التي تستخدم عمال وبحاجة كبيرة إلى عمال وعملات ومهاجرين أجانب من جميع الدول إذا نعزي الكرام أتمنى أن يكون الشرح واضح وإذا كان أي سبسار أو سؤال يمكنكم تركوا لي في صندوق التعليقات ومرحبا بكم جميعا حياكم الله وفقكم الله أينما كنتم لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو لكي تعمى الفائدة ولا تنسوا لايك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة